QNB مرحبا بكم الجديد عزائنا المشاهدين ومتابع للقصة الثانية من حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع التي أفتح فيها ملف البيئة التشريعية والقانونية في قطر ومؤامتها لقطاع الأعمال هنا في قطر وهذا ما سوف أنقش مع ضيفي لهذا الأسبوع سيد شربل معكرون وهو الشريك والمدير في شركة كوريل أند مورينغ قطر أرحب بك سيدي عبر شاشة سين بيسي عربية قراءتك للقوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع الأعمال في قطر إلى أي حد تحاكم عدلات النمو والحالة الاقتصادية في الدولة بشكل عام؟ نحن كقانونيين نعتبر البيئة القانونية في قطر عنصر جاذب للإستثمار في مجموعة قوانين تعتبر متقدمة لناحية تسهيل عامل الإستثمار المحلة والأجنبة وهي بيئة ديناميكية بتطور يعني دائما نشوف في قوانين جديدة تشريعات جديدة في مجموعة قوانين كمان عم بتم العمل عليها حاليا كلها بتصب بهدف تعزيز عامل الإستثمار وقطاع الأعمال في قطر شاهدنا في الآوينة الأخيرة يعني ورشة لتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة في قطاع العمال في قطر منها التملك العقاري دي الأجانب رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات المساهمة إلى 100% بتقديرك هذا الزخم وهذا التطور الحاصل في البيئة التشريعية متى يمكن أن تقطف ثماره الدوحة خلال الفترة المقبلة؟ طبعاً هذه كلها عوامل إيجابية والتوسيع وزيادة حجم الاقتصاد بيتطلب أن يكون فيه منافسة بتوازي القوانين والتشريعات اللي عم نشوفها بالمنطقة وبالعالم وهي كلها عم تتجه لتكون اقتصادات منفتحة فيفترض أن يكون فيه عوامل جذب من ضمن بعض المشاريع والقوانين اللي أنت تفضلت وحكيت عنها سواءً للملكية الملكية العقارية اللي صارت متاحة ببعض المناطق للأجانب بالإضافة لارتباطها ببعض الأحيان للإقامة الدائمة للشركات اللي بتقدر تجي اليوم تفتح بقطاعات معينة بملكية كاملة للشريك الأجنبي بالإضافة إلى جهود مستمرة لتحمل العامل الاستثماري من بين حماية الملكية الفكرية من بين تعزيز الشفافية من بين تسهيل إجراءات الاستثمار تسريع تأسيس الشركات إلى آخره فكل هذه الأمور بتصب بمكان إيجابي للاقتصاد يلي بتساهم بتطويره وبيخلق بيئة جاذبة على الرغم من كل ما تحقق لقطاع العمال والبيئة الاقتصادية بشكل عام بمؤشرات الاقتصاد الكلي لكن نرى أيضا هناك زيادة مضطردة ملحوظة في عدد القضايا التي ينظر بها القضاء القطري وكذلك أيضا قضايا التحكيم يعني ما مرد ذلك شاربل ارتفاع عدد القضايا أنا بوجهة نظري أمر طبيعي برده يمكن لثلاث أسباب، ثلاث عوامل العامل الأول نحن قطعنا بمرحلة كان فيه مشاريع كبيرة مشاريع بنا تحتية، مشاريع مرتبطة بكاس العالم كلها انتهت وبنهاية هذه المشاريع طبعا بده يصير في جردة حساب إذا المشروع ما كان حقق أهدافه إذا ما تسلم على الوقت إذا صار فيه تغيير بنطاق العمل كلها هذه بتكون أسباب لخلفات بين الأطراف إذا ما تم حلها وديا طبعا الاتجاه بيكون للقضاء والثئة بالقضاء لحل هذه النزاعات فهذا العامل الأول المشاريع الكبيرة اللي خلصت العامل الثاني فيه تطورات تشريعية من ضمنها إنشاء محكمة التجارة والاستثمار وهي تعتبر محكمة جديدة نسبيا من حوالة سنة ونص تأسست إجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار سريعة وكلفة التقاضي أمامها تعتبر منخفضة نسبيا بالإضافة لزيادة الوعي لناحية الحقوق لناحية الإمكانية التقاضي هذا الشيء بيشجع للتوجه إلى القضاء لحل المنازعات والسبب الثالث هو توصع الاقتصاد زيادة عدد الشركات المؤسسات التجارية نوع المشاريع اللي عم نشوفها بالسوق اللي هي مشاريع كبيرة ممكن تكون معقدة طبعا بزيادة عدد الأطراف التجارية اللي بيتم التعاقد معها وتعقيد المشاريع اللي موجودة بتزيد من احتمالية نشوء المنازعات وهيدا الشيء اللي عم نشوفه هلأ شاربيل ماكرون شكرا جزيلا لك شكرا شكرا